السلام عليكم مرحبا بكم في قناة ديد و سامدي هاد نهار ان شاء الله نتكلمو على ثلاث طرق لعلاج الإسال عند الأرانيب وكن ضمن هاد الموضوع راه جميع المربين دي الأرانيب رامك يقلبوا عليه لذا قلت ان هذا الموضوع راه موضوع الساعة ان شاء الله قد نفسر لكم جميع الطرق لعلاج الإسال عند الأرانيب اذا قبل حديث عن هذه العلاجات الثلاث سوف نتحدث عن الأسباب الإسال أولا عند الأرانيب باختصار توجد الأغذية أو النباتات الخضراء التي تقطف وتعطى للأرانيب مباشرة دون وضعها في الشمس وكذلك قشور الخضر التي توجد بها مياه يعني هي بقى فاسقة ونعطيها الأرانيب كذلك أنها تسبب الإسال عند الأرانيب إذا ما هو الحل؟ الحل هو عبارة عن ثلاث علاجات وكلهم متاحين موجودين عندكم في الضار وثمان أرخيص أول حاجة وهو الخل العادي فالخل هو علاج جد فعال للإسال بحيث نضع منعقتين في لتر من الماء لمدة أربع أيام وسنلاحظ أن الأرنب المصاب بدأ يتعافى تدريجياً وهذه الطريقة ممكن إعطاؤها لجميع الأعمار وحتى الأمهات المرضعات أو العشار إذن هذه الطريقة الأولى نشوفو الطريقة الثانية الطريقة الثانية وهذا العلاج يعني فهذا الطريقة هذه اللي غادي نتكلم عنه هو ليس علاج تدريجي وإنما علاج فوري أي أن الأرنب سيشفى في اليوم الأول بإذن الله وخصوصاً الأمهات المرضعات بحيث لا يسمح للأم المرضعة أن تمردها في هذه الفترة لأنك تكون تردع ما عندش الحق أنها تمرد لأنها الصغار ديالها يحتاجها الإرضاع وهناك نقطة أيضاً مهمة وهي أن الأم المرضعة حينما تمرد بالإسهال ممكن أن تضع فضلاتها في بيت الولادة وبالتالي إذا كانت هذه الفضلات عبارة عن مياه جارية فإن الصغار سوف يتأثرون ويصابون بالجرب قبل خروجهم من بيت الولادة يعني قبل ما يخرجوا راغا دي يكونوا مراضين بالجربة وأنتم غير تقولوا ما عارض اسموا واقع أو هي راغي يعني الأنثى ديال الأم ديالهم كانت مريضة ويعني لوتت لهم المكان وجعلت أن الصغار ديالها قبل ما يخرجوا يكونوا مراضين بالجرب لا قدر الله إذن هذا الدواء هذا نتكلموا عليه وهو في حقيقة دواء بشري يعني الإسم دياله سمكتار سمكتار معروف يعني دواء معروف أي بيت ممكن أنكم تلقوا عنده سمكتار إنه دواء عبارة واحد الخنيشات الخنيشات بودرة كما قلنا هو دواء بشري الثامن دياله 30 درهم ولكننا رأى فيه بزاف ديال الخنيشات رأى فيه ممكنشي 30 حبة ولا 35 حبة المهم إنه اللي غا تحتاجونتما غيخ خنيشة وحدة خنيشة وحدة ممكن أنكم تعطيوها تديروها مع الماء وتشربوها يعني إما تخليها تشرب على خاطرها إما أنتم ما تشربوها مشي محقانا محقانا تحينوا لهذه الشوكة وتشربوها لها وكنوا متأكدين أنها غادي تشفى فورا يعني هذه رأى بتجريبة رأى من اليوم الأول إن شاء الله غادي ستشفى أما هذا دواء ثاني دبان هدروه على الدواء الثالث وهو خيص ومتاح وهو ببساطة التبن التبن أو الدريس كما كيسميه الفلاحة بحيث أن هذا التبن يعمل على تجفيف العصارات يعني تجفيف الأمعاء عفوا تجفيف الأمعاء من العصارات الهضمية وطريقة هذه الاستعمال هي بجد بسيطة وهي إعطاء التبن لمدة يومين متتاليين حتى يشفى الأرانب المصابة بإذن الله ومخصش يتعطاء معه الماء يعني من يتعطيه التبن حييدوه لي قطعوه له الماء هذو الأرانب قطعوه له الماء وإن شاء الله غدي يتشافه لأن هذا التبن يجمع لهم كرشهم وكي يبرعه عندك التبن اللي بينا نهضره عليه هو نوعا كين الأصفر التبن الأصفر وكين التبن الأخضر هو قليل في السوق يعني الأغلبية كيكون مني كيكون الموسم دير الحصاد يعني كتكون يعني التبن كيكون أصفر بهذا الطريق أنتو ما دراكين راني درت الخبز نخلطوه لهم مع شوية دير التبن أنتو ما إلا كيبال لكم أنا غنوريكم تاهدها الذكرة تاهو دير الخبز وراها معاه شوية دير التبن يعني في نفس الوقت أن التبن يجمع له شوية كرشو هو ما كي يدراش التبن غيك إلا أعطيتوه لهم غي بوحده كونوا متأكدين أن الأرنب غادي يكون غيك يحس بالشابع وما غاديش يتأثر يعني مثلاً الإناث نقوله غادي غادي يسمانو لا التبن هو إحساس بالشابع كيخلي الأرنب يحس بالشابع فقط يعني وهو دواء فعال لقضية ديال الإسهال أما التمان دياله هالتبن هو في حقيقة ما يمكنش يتجاوز يعني هو بالا حنا كنسميها بالا يعني كبيرة كبيرة يعني فيها بزاف يعني ممكن أنها تضرب لكم سينين هذك البالا المهم أن ممكن أن تحتاجوا لهذا العلاج هذا هي البالا كلك تدير عشرين دلم ولكن تدير خاصكم مثلاً غي حفنة حفنة دير التبن ممكن أنها تعتاركم مجاناً يعني التبن راكيب قاري في الأسوار غيم اليوح يعني ممكن أنكم تطلبوه من عند البائع ليلة دير التبن كتكون البالا وكيكون حفنة دير التبن ما غادش يحسبها لكم قعب شي تماناً لأن البالا كاملة كتسوي عشرين درهم ممكن أنكم تخلصوا هاد السيين ممكن تعطيه وج درهم جوج درهم يعطيكم يعني واحد كمية اللي ممكن أنكم تستعملوها للقاطيع كامل لأن التبن أرخص مما يكون صافي وكي يتشافه يعني كما قطعوه عليه الماء يعني تعطيه التبن يعني مدة يومين يومين قطعوه عليه الماء وهذه رابت جريبة يعني جربتها وهو أيضاً مكمل غدائي ممكن أنكم تستعملوه مكمل غدائي إذا هادو ثلاثة طرق ساهلين كين الخل كما تعلمنا كين سمكتة وهو خنيشات ودواء بشري إلاج بشري وكين التبن هادو ثلاثة طرق يعني ممكن أنكم تقدموهم الألانب ديالكم وما تخافوش منهم وتتمن ديالهم الخيص للغاية نحن نكون هادو الأفكار تدخلوهم في الذاكرة ديالكم ولا قدر الله كانت شي مشكيل تكونوا على أهب الاستعداد يعني ما تكونوش تشوفوا الأرنب مريد قدامكم بالإسهال وتقولوا آه ره مريد بالإسهال ولكن ما معرف نسلهم نديروله أول حاجة اللي كتكون متاحة في الضار هو الخل بدأولو بعدها بالخل وكينة أو تني سمكتة بالنسبة للأمهات اللي خصهم ضروري أنهم يردعوا خصهم يعني علاج فوري اسمه توسمكتة واحد خنيشات بودرة وكينة تيمن تيمن أيضا كذلك يكون عندكم في واحد خنيشة هكا حال الحفنة ديما تكون موجودة فيما تشوفوا الأرنب ديالكم الكرش ديالهم بدات كتجرة صافي أعطيهم للتيمن وإن شاء الله يكون الخير إذا دا هو موضوع ديالنا ديال الحلقة كنظن أنني وصلتكم الفكرة كنشكركم على التعاليق طيبة ديالكم النسي ما زال ما شاركوش معنا يشاركوا معنا قناة غادية بالدعم ديالكم دعمونا بزر جامل وتكيو على زر الجرس كي يصلكم الجديد ديالي إن شاء الله إلى اللقاء في الحلقة المقبلة إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر